الكلام دا ان اي علماني ما عاجبوا اللي يجي هنا دا نحط معاه تمام حجة بس الاحزاب الفي البلد دي وسميها ليه شوعيين بعصيين ناصريين حزب امة كيزان شعبي كيزان وطني صوفية جانية سمانية ختمية انصر سنة جنح منوك جنح مجكو كل الاحزاب دي هي الضيعة البلد دي اخوان البصر احنا الدين دا الدين دا بدون متاجرة بدون نفاق الصدق مع الله ربنا قال فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فسابح الناس بطلطنوا قوبوا لا قوبوا انا ما ما شغل معا دا دين دا دين والله ما نخليه عرفت كلامي هو النبي فاتحانك نحن ما نازل الانتخابات عرفت كلامي نحن نازل غمش غمش اي باطل نلقاه قدامنا بإذن الله بندوسه تر كده شان تكون فاهي ان عندك زول عنده اسارة من علم جيبوا لنا شان ماردقبه والواطدي بالحجج من الكتاب السنة ان شاء الله ويجب تقضي بالليل حرية سلام وعدالة وتهرين مساوبين الناس والدي ما بلمنا فلابد من ايجاد امر يلمنا والله انتو اجر من ناس في الصين ماو تيستان كتل خمسين مليون انسان ده تاريخ تنسو يا شيوعين ماو ده شنو ماو ده شنو من التابعين ماو ده شيوعي ملحد استالين كتل كم ومعاولينين قبلوا كتلوا كم في الاتحادة الصوفاتي متين وخمسين مليون انسان تاريخ بتقدر تنكره كمان بقدر تنكره ان امرنا ما قلنا انعى الابو زول قلنا كده ولا قلنا انعى القبيلة الزول كل القبائل ده ابن احترمه كله من شماله ليه جنوبه شرقه ليه غربه ليه وسطه لكن قلنا ما تعبد الا الله القبه دي ما ما اله ولا بتنفع ولا بتضر وشيخه ده ان ملقته من تحده نفضت من التراب واديته بونش ولصكته ليه ستيكر لا بإنفعك لا بضرك انت زعلان ليه؟ عندي سؤال المتح في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسان بن سابت بس دار اعرف المتح هنا في زمن الصوفية زي ما بتقوله الفرق بينه وبين المتح في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا المديحة يا جماعة اول حاجة ربنا مدح النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن في ايات كثيرة فقال تعالى وانك لعلى خلق عظيم وقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى الى غيرها من المدايح التي مدحها الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام فالمديح مشروع لكن بضوابط الضابط الاول ما يكون فيه اي آلة من آلات الله والطرب والمعازف والموسيقى لا اورغان لا دربوكة لا دلوكة لا نوبة ولا الكشكوش ولي حاجة الضابط الثاني وده اهم من الاول انه ما يكون فيه مخالفة للشريعة الاسلامية واعظم مخالفة للشريعة الاسلامية الشرك بالله والكفر بالله كدعاء غير الله والاستغاثة بالاولياء الموتى او بالصالحين او بمشايخهم من الصوفية وغيرهم ده الشرك بالله لان ربنا سمى ووصف الانسان البيدعو غيره يعني غير الله بانه كافر من الكافرين ربنا قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكاثرون فشوف هنا ربنا وصف الانسان البيدعو غيره زي الناس البيدعو الاولياء والبمش القبب يدعو اصحاب القبب الميتين ربنا قال البيسوي كده وبيدعو غير الله قال ده كافر من الكافرين الليلة المدايح الموجودة حقاة الصوفية كلها فيها دعاء غير الله زي مدحة البرع في ديوان بتاع المدايح الاسمه رياض الجنة قال اناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل قال اذا حصل امر عظيم او مصيبة في البلد نادي ما تنادي الله نادي اسماعيل وده الشرك بها الله زاته يا جماعة والكفر بها الله فيبقى الضابط التاني ما يكون مخالفة للشريعة كذلك من المخالفات للشرايع في المدايح بتاعت الصوفية الليلة الغلو الغلو كما قال البرعي اليك رسول الله اشكو مصائبي او مصائبا يضيق لها صدر الحليم المصابري والرسول مات يا جماعة ربنا قال فانك ميت وانهم شنو ميتون فالبرعي قال انا بشكو مصائبي ما لي الله للرسول صلى الله عليه وسلم وده شرك من البرعي وكفر بالله ودي متحة عند السودانين بتسمى متحة بيجيب بتاع حلل البريق الخاتل هو بطانية في صلاحة ذاك في البرنامج تاع حلل البريق وليك متحة المصطفى عليه الصلاة وسلام ده شرك وده من اجل بوعس المصطفى ذاته المصطفى بوعس ليه يعني الرسول عليه الصلاة وسلام اعني بوعس ليه الله رسله ليه هو والانبياء القبلي كلهم عليهم الصلاة وسلام لمحاربة الشركة جابوا البرعي ده ذاته وجابوا الصوفية وخلي بالك الشركة الزمان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ابو جهل وابو لهب شرك كبير مغرج من الملة لكن الشركة جابوا الصوفية الليلة شرك اكعب واغلص من الشركة جابوا نسابو لهب وابو لهب والله لانه ذا كان بيشركوا بينادوا غير الله في الرخاء ويخلص الدعاء لالله براه في الشدة والضراء اما حق لنا الليلة ناس البرعي والكباشي والمكاشفي وصاهم ديمة والصابو نابي وست مريم وسجم رمات ديل بيشركوا بيا الله في الرخاء وفي السراء وفي الضراء وفي البحر وفي الجو وفي كل مكان في كل مكان في الحافلة ذاته شرك لو ركبت الحافلة تلقى صورة البرعي يابتال الحافلة دي شنو دي الركاب دي الحريم ودي الرجال ودلكم ساري بطاقة قروش المصور دا بطاقة شنو قوليك دا بيحفظ الله العربية من العين كفر شرك لانه البحفظ يا جماعة الله مش صورة البرعي البرعي جبت منح القوم وقلصكت في الباب طاج كده والله يبيع الرقيب ما يحفظ الحافلة الله البحفظ يا جماعة ربنا قال فالله خير حافظ وهو أرحم الرحمين فالبرعي يقول في المتحى إليك رسول الله أشكو مصائبا يضيق لها صدر الحليم المصابري فأنت رجائي في الخطوب وعمدتي وأنت لنا مفتاح لعين البصائر دا كل شريك كفر دا ما مدايح ولا عند علاقة بربنا ولا عند علاقة بالإسلام ولا عند علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام دا ما دين شفت كيف أيضا من الأشياء المخالفة في المدايح للشريعة الإسلامية الغلو والإطراء إما في شيوخهم وده الغالب وإما في الرسول عليه الصلاة والسلام وده النادر وكله حرام لو غلت ورفعت الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلته وختيته زي الله واحد دا ما بيجوز دا شرك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم شنا جماعة الغلو وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الرسول قال لك أنا عبد لأله والبرى يقول لك في المديح حقه في المدائح حقته سلم لشيخك ثم كن عبدا له ما لأله والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا عبد لأله فقولوا عبد الله ورسوله والبرى يقول لك انت خليك عبد للشيخ ما لأله يبقى وانو المديح يا جماعة المديح الموجود دا كله باطل والله والله إلى الليلة ما لقان مديح جايز دا كله باطل وكله شرك وده المديح دي من خطورته نشروا بها الشرك في قلوب السودانين إلا من رحم الله انت قال دخلوا الشرك باش نو اجيبوا نوبة يا زول جلد جلد مسخن شفتا كيف وفي الحلة والكلمات اللي بيقولوها شرك بيا الله شرك بيا الله يدخلوها في قلوب العباء زي الكلمات اللي قلتها لك قبل شوية الناس رقصوا ويطلعوا يبقوا مشاركين بيا الله أشكد البلد دي حجرة غتس ليه بلد فيها خير فيها زراعة فيها سروة حيوانية لا توجد في أي دولة في العالم إطلاقا ما فيه برضو الناس جعانين والحيوانات بتاعتنا ذات جعانا ليه؟ عشان الشرك دا جماعة والسبب الخل الشيوعيين بالمناسبة يجوا الخل الشيوعيين يصهروا الأيام دي وينتبشوا هو التصوف دا ذاته لأنه الشيوعي أصلا بيكون جاي من بيت بتاع ختمية أبوه برك على الشيخ وبيعصر كرة عين الشيخ فالولد كله ما يشوف أبوه مزلول يا أخي هنا فيه شيخ في اليوتيوب تلقى وده موجود عندي شيخ صوفي في البلد دي بالسودان الجماعة بسجدوا له بعد ما يسجدك له عنده صوت بتاع جرنتي وأظنه عامل بقطران شو الإفترة والإجرام بيمحطك في ظهرك قريب عشرة جلدات تسجد لي والحاجة بعد ذاك يديك صوت شو الإستعبات دا كيف يا جماعة عشان كده ظهروا لنا زي النوعيات دي نوعيات فاشلة ناس عملين فيها ما دايرين الدين ويومي طالعين لنا بيوهمة جديدة الشيوعين والملاحدة والملقاطين دي مرة جايبين ديك ماماميرا شفت كيف ومرة جايبين ليك واحد تافي قال عامل دا كل شغل شو قال عامل عرضي أزياء نسائي قال لأول مرة في السودان يعرض في النساء ويعرض في الأخوات والبنات السودانيات كالسلعة رخيصة دنية وصخة يعرض للناس يعرض المرج سيمة كله زي ما الله خلوه بس عمل لها قطعة مرقدا فوقها لا تسمن ولا تغني من جوع دا كل شغل الملاحدة والملقاطين دي وتاني وهمة تانية فكنا لا مات دي دا جيد دا كارت قالوا لازم يبيت تعرس من غير ما أبوه يعرف دا ما عرس طبعا دا زينة تكون عارف تكون عارف وتبقى نجيط الشغالة اللي بعملوا دا إحسان ومين ما عارف سيم رماد والبت اللي مبارح معا معا ولد قال ما سجله ورقة قال طبعا أنا عرستها لكتاب الله دا زينة بكتاب الله دا زينة بكتاب الله لأن ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاعشة وساء سبيلا وربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نآكم عنه فانتهوا والرسول آتانا شنو؟ ماذا آتانا الرسول؟ صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي ممرأة؟ يا إحسان انت مرأة ولا كحليمة؟ مرأة تدخل في الحديث مرأة تدخل في الحديث والبت التانية شفت قالت ساقت لا شفت معاه وقالوا عرسنا شاء الله ورقة العرس ما ورقة العرس ميثاق غليظ ربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ممرأة؟ أي ممرأة؟ والموضوع ما موضوع لون طبعا لما ترد يقول لكو انت عندكم عنصرية لا نحن ما عندنا عنصرية انت لعندك عنصرية نحن بنتكلم عن إنه ده ماهرش ده زينة عاديل كده وأخير منهم الناس بتاع بيوته الدعارة لأنه دك عارفين نبيسهم على حرام وبقول لك الله يا هديني ودي من الكبائر العظيمة الزنا لكن ديل زنا وكضب على الدين وتحايل على الشرع الإسلامي دي كلها تلمت على جماعة الأشفات إحسان وصعي جمرمات وغيرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل تعال فسر لي باطل دي تعال فسر لي غير إنه زنى فنكاحها باطل وانا الموضوع ده ركزت عليه مخصوص لأنه الشيوعين مركزين على الموضوع ده ناشرينه في الفاسبوك هيا بنا يا بنات وإسقاط الولي شفت كيف وإسقاط الولي الولي ده أبوك ده أبوك الرباك ده أبوك اللي استغل مزارع لحد ما ظهره تكسر عشان يأكلك انت تجي تخوني وتسوقي لك معه واحد شفت من حزب شنو ولا سجمرمات وتمشي تزنو وتقوله عرسنا أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل الرسول قال ثلاثة مرات ثلاثة مرات قال النبي عليه الصلاة والسلام الشغل الشغال ده كله يا أخوانا بتاع الشهوات والزنا البسم زواج وهو زنا وصفاح وحرام الشغل الشغال ده كله شغل الشيوعين وشغل الملاحدة وشغل العلمانيين اسمعوا هنا والناس القاعدين شروا بالفساد من زنا ولواط حتى الوضع المضف في الرأسه ده اسمه منه؟ علي بلده؟ قال بروفيسر ده بروفيسر يا أخوانا قال وين وقره شنو؟ والأجاز منه والده شهادة منه؟ ونجح ليه ذاته؟ أنا ده رفهم قال ينبغي إنه يكون في حق بتاعنا اللواط قال نعمل لهم حقوق وغوانين أشاني مارسوا حرياتهم يا جماعة كده قبل الدين إتوا سودانين رجال تب وبضربوا كم المسأل من هنا للصين ليه السعودية لا ليمن لأي حتة في العالم برجالاتكم إنتوا الكلام ده إنتوا بترضو؟ ترضو يا أخوانا ده شغل العلمانين والملحة والله الشغل ده شغلهم لأن الإلحاد عند أهل الإلحاد قالوا ما بنتشر إلا في مجتمع شهواني مجتمع شنو؟ شهواني وفيه براكين وبحار وأنهار من الشهوات كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فالجماعة ده ده رنشروا الإلحاد بالشهوات ودي رسالة أخيرة أوجه للشباب والشابات اللي قاعدين يحضروا المين برداء في جامعة حلف دي في الجامعة دي ونسأل الله يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب وارضع إنتم أساعدهم يا أخي يا أخي لابد أنا ذاته اللي بتكلم ده أنا ما معصوم بغلط ذاته وبقع في الحرام زيك نحن ما نساعدهم يا جماعة لازم تتمسكوا بيدينكم الراجل الراجل والمر مرة والنبي قال للراجل ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ما في فتنة بالضر كنت كذك الرجل زي المرة يا جماعة فاوات تمشي تقعد ليك مع مرة ودي والله يا مولانا قصة حب طهرة طهرة تعرسة ما دار تعرسة دي قصة حب ويسخة ما في طهرة والله أكلمك النصيحة وهو أقول شو قال أن الفنانين ناس مين ما بعرفوا حوت ومين كده الجبل ومين كده خرطقت وعشا سفنجات وغيرها يقول ليك ده حب طاهر وحب نبيل دي قلة أدب دي قلة أدب أشا كده لما جرجوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال لي أزل يا رسول الله بالزنا بالفاحشة النبي قال له كلمتين ثلاثة أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك قال لا قال وَلَا النَّاسُ يَرْضَوْنَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ كذلك الآن زول قاعد مع البيت أدوا المصارف من الصباح شان يقرأ قاعد مع البيت من الصباح إلا ناس الحارس يجي يكون شو زي الغنم بس صوت أطلع حتى نطلع قاعد مع البيت من الصباح ده بيجوزها جماعة ما بيجوز يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بتقولوا إنكم بتحبوا قال ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان شنو ثالثهما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله ربنا يغار من الكلام ده كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال في القرآن قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ربنا خبير بشل انت بتصنعوا ده ربنا خبير والخبير هو العالم ببواطن الأمور والله لو ادسيت مشتح الشجرة ولا في ضلقاعة ولا فصل والله أي مكان لو بلعتك الواطدي وعملت داخل بطن الأرض أمر حرام ربنا قال والله ويعلم ما تسرون وما تعلنون ربنا يعلم وبعاقبك وبحاسبك في رزق الذب تتنكد عليك بالمناسبة لو بيجد بتاع بنات وبتاع لولوة ولفوا دوران رزق الذب يتعكس عليك كما جاء في الحديث الصحيح إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه كلنا الآن بنتخرج من الجامعات أقول لك والله ما في شغل السبب إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه عملت لك ذنب ربنا بعاقبك في الدنيا هنا قبل الآخرة كما قال تعالى كذلك العذاب هنا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأنتم ما سعدوا الشوعين والملحدة والبعصيين والمجارم من العلمانين ما سعدهم لا لأنه دين عندهم منهجين منهج عقدي إيجي يقول لك لا إله والحياة مادة زي ما تكلموا لإخوة المشايخ ومنهج أخلاقي فاسد بينشر الرزيلة والفواحش وينشر الشهوات أشان يضيعوا المسلمين يا جماعة لأن الأحزاب العلمانية دي كلها بلا السجناء وحتى الأحزاب بالسمي نفيزة إسلامية كان كهزان كان صوفية كان غيرهم دي كل أحزاب مدعومة من برة من أعداء الإسلام أشان يدمروا الإسلام وكيف يدمروا الإسلام لابد يدمروكم إنتو الشباب لأن الشباب هم القلب النابض الحي للإسلام يا جماعة فإذا الشاب بيقى همه كله إنه يسرح راسه ويفلفل شعيراته ويلبس بانطلون وينزلوا تحت شفت كيف ده همه كله في الدنيا دي الحيرف على الإسلام هنا يا جماعة عمر بن الخطاب يقول يا له من دين لو كان له رجال فإذا درت حارب الشوحية والعلمانيين وكل أهل البدع والضلال والزندق والنفاق انت التزم بطاعة الله انت ده كل نزول يلتزم بطاعة الله والله إذا مشيت في درب الله عديل ربنا بأستعلك رزقك اسمعوا الكلام ده كويس ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ربنا بيرزقك من حيث لا تحتسب إذا مشيت في درب الله عديل ربنا والله يوفغك ويزوج لك ويديك بيت ويديك مال ويديك الزرية الصالحة لكن تتلولو بتتنجم في الدنيا دي قبل الآخرة والواقع يشهد الواقع يشهد وإي ظل شايف فالمدايح الموجودة دي كلها باطلة خلاصة الكلام أما حسان بن سابد كان بيقول شعر في متح الرسول عليه الصلاة والسلام لا كان ببالغ ما كان ببالغ في متحه عليه الصلاة والسلام وكلام موزون فيه نصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه نصر للإسلام وما كان عنده موسيغة ولا كان عنده ولا كان برقص ما كان برقص الآن الصفية الواحد برقص وبيلف قرقور وبيقع شنو يقول لك وصل 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 محل إبليس هناك لكن ده ما الدين الدين ما فيه رقص الدين ده دي الرجال عمر بن الخطاب قال يا له من دين لو كان له رجال مش رقاصات لو كان له رجال ده دين الإسلام برفع الرجال في إذن الله سبحانه وتعالى أما بيستدلبون ناس الجفري وغير من الصوفية والملقاطين قال والله جعفر بن أبي طالب لمن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أشباه تخلقي وخلوقي قال بيقى يحجل قال يحجل يعني شنو يا صوفية قالوا يعني كان برقص زي ما بن رقص في النوبة أول حاجة الأسر ده ما صحيح قالوا في البخاري ما في البخاري الزيادة بتاعت يحجل دي ما في البخاري دي روا بن نقل بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وهي ضعيفة لأنه فيه هاني بن هاني وهو مجهول فما حجل ولي حاجة ثم الحجل أصلا يحجل يحجل من المشي على طريقة الحجلة وهي طائر معروف بمشي بخط كراء وبخط الكراء التانية بمشي بخط كراء وبخط الكراء التانية بيرقص ما بيرقص ده لو صح الحديث ذاته ما رقيص يحجل ما معناته كان يرقص صوفي يرقص بينصه صوفه صوفي يرقص ركسة الرقبة بتاعت النسوان الخيابة أها ده يحجل ده بيحجل انتو ما شفتوه ويخط لالقروش هنا يخط لالقروش هنا ما قاله يظهر صمت وكف يخط لالقروش هنا ويرقص بالرقبة الرقبية ركسة الخيابة والبطالة ويقول الصحابة كانوا زيوا صحابة كانوا رجال يا أخي ربنا قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا تقول ليه يحجل وترقص انت بنصك وتقول ليه صحابة كان يحجلوا تكذي بيناس ديالناس ناس واكذين حنان ودارين يربطوا بالإسلام ناس مجارمة دارين يأكلوا أموال الشعب والله ما في زول أكل أموال الشعب وخادع الشاب زي الطرق الصوفية ديال اطلاغهم ولا الكزان ذاته والكزان ما هم إلا صوفية بس يعني الكزان شنو يعني فهم ما تدقوا مقلة في السودانين ديال عليش الكلام يطول لو في سؤال أو نقاش فرصة مفتوحة للحوار والنقاش فضل قال عندنا جماعة أدباء علي بيتاي فضل فضل يقومون بالتهليل الجماعي بعد صلاة المغرب والصبح مع العلم الذي يأتي كده علي بيتاي ده مش خلاوها مش كورين ولا يا واحد تاني ديال صوفية يا شيخ ديال صوفية أهل بدع وضلال وما يخشك واحد صوفي يقول لك والله علمنا القرآن أها سم ماذا سم ماذا حفظ القرآن عمل صالح الصلاة عمل صالح قيام الليل صيام النهار عمل صالح لكن العمال الصالحة ديكل إذا انت مشرك بأله ما عندك ولا زرة حسنة وحده ربنا قال في القرآن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فإنت بتنادي غير الله بتنادي القبة بتتبرك بالتراب بتعقب أبوك الشيخ بتنادي من دون الله انت مشرك حبست قرآن صمت النهار قمت الليل ربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ما عندك عمل صالح لذا ما يغشوك ساكن ولتكونن من الخاسرين الآية حضر